موسيقى هكذا احتتمت اعمال الدورة التأهيلية التي انظمتها مؤسسة القلب الكبير للنساء الريفيات اللائية عملنا في مجال التنمية الاقتصادية بمدينة بالا حاضرة ولاية مايطيبي الغربية شملت الدورة ممثل ثمانين جمعية تابعة للتجمعات النسوية داخل الولاية وقد اشادت ممثلة سلياف باسيا ميراشيل بالجهود التي تقوم بها سيدة البلاد الاولى عند ديبي اتنول النساء الشاديات عامة والنساء الريفيات بصفة خاصة رئيس البعث عيسى محمد مهدي اشار في حديثه الى الاهداف التي ترمي اليها المؤسسة اشتركوا الناس الجمعيات التي ترمي اليها المساعدة انا موكي كبير بالشامل والمعيطات عندها فكو جروب الالكتروجين وجندون والقواحين الاسلالي كلها للعوينة التي ترمي اليها المدربوا كلهم كالشيادة كلها كالعلموا منها مصد الغلب الكبير كل شيدة فحمتهم ليه والشيادة سيجبنا بأيضوها المسؤول لنا المنطقة الغوورنان حاكم ولاية مايوكي بيئة الغربية الذي شرف الحفل في توزيع المعدات الزراعية توزع لعدد من الجمعيات العاملة في مجال التنمية الزراعية داخل الولاية وللإشارة فإن مؤسسة القلب الكبير التي ترعاها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو سوف تقدم الكثير خلال الشهور القادمة في الولايات الجنوبية ترجمة نانسي قنقر